الأهداف التي رسمها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لثورته وحركته التغييرية إن هناك مجموعة من الأهداف خطط لها الحسين ورسمها الحسين عليه السلام بحركته وبجهاده ودمه الهدف الأول حفظ العزة للدين الإسلامي رأى الحسين عليه السلام أن في بيعة يزيد بن معاوية إذلالا للإسلام وإذلالا للدين وقد عبر عن هذا الموقف بقوله يا أمير إن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله وعبر عن هذا الموقف بقوله ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام فكان مجسدا لقوله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين حفظ للدين عزته وللإيمان شموخه وللإسلام سموه وعلو شأنه برفضه القاطع لبيعة يزيد بن معاوية مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال الهدف الثاني الذي تطلع إليه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه تحريك إرادة الأمة الأمة في زمن معاوية ماتت إرادتها خمد ضميرها استسلمت للواقع الأموي تخدرت إرادتها أراد الحسين أن يعيد لها نشاطها أن يعيد لها ضميرها أن يحرك إرادتها نحو المطالبة بحقوقها فما وجد طريقا لتحريك إرادة الأمة وبعثها من نومها ورقدتها إلا بإراقة دمه الطاهر رأى أن دمه الطاهر هو أغلى دم في تلك الفترة وأنه إذا أريق هذا الدم سيتحرك ضمير الأمة ستتجدد إرادتها ستشعر الأمة بأنها أمة خانعة خاضعة لسياسة أموية باطشة فكان كما خطط له الحسين بن علي عليه السلام حيث قال ألا وإني زاحف بهذه الأسرة أنا مقدم لدمي مقدم لأسرتي ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحاء وتقلق بكم قلق المحور أهد عهده إلي أبي عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم وفعلا الحسين قتل لكن الحركة تجددت في إرادة الأمة فكانت حركة التوابين وكانت حركة المختار وكانت حركة زيد بن علي وكانت حركة الحسين بن علي صاحب معركة فخ توالت الثورات والحركات امتدادا لصوت الحسين امتدادا لحركة الحسين امتدادا لإرادة الحسين فالحسين حقق هدفه من خلال دمه من خلال جهاده عندما حرك ضمير الأمة وبعث إرادتها من جديد الهدف الثالث إعادة الدور الرسالي للمرأة المسلمة المرأة المسلمة منذ عهد خديجة بنت خويلد منذ عهد فاطمة الزهراء عليها السلام انتهى دور المرأة المسلمة لم يعد للمرأة المسلمة دور رسالي بارز على مستوى الأمة ومستوى يقضتها ومستوى رسالتها ومستوى وعيها أراد الحسين أن يعيد دور المرأة لكي تشارك في إحياء الأمة الإسلامية فاصطحب الحسين النساء ما اصطحب الحسين النساء لأجل بكاء أو مظلومية اصطحب الحسين النساء ليعيد للمرأة دورها الرسالي ليعيد للمرأة دورها الحركي ليعيد للمرأة موقعها في النهوض بالدين الإسلامي آنذاك وفعلا كما خطط الحسين كانت زينب وأم كلثوم وسكينه كان قمنا بدور عظيم في دعم ثورة الحسين لو لا زينب لو لا صوت زينب لو لا بلاغة زينب لو لا وعي زينب بالمسؤولية لماتت ثورة الحسين وخمدت حركة الحسين لكن زينب بوعيها لأهداف الثورة ببلاغة منطقها بقوة حجتها بشموخها بتجسيدها لصبر أبيها المرتضى وإرادة أمها الزهرى وعبادة جدها المصطفى فضحت خطط الأمويين ومكائدهم وواجهتهم مواجهة علنية دامية إلى أن حركت الضمائر وحركت الإرادة وقالت ليزيد بن معاوية أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أما سمعت قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فقد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد ويومك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين الهدف الثالث الذي أراده الهدف الرابع الذي أراده الحسين ابن علي نشر مظلومية آل رسول الله هناك مجموعة من الروايات الوارد عن أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين الإمام الرضا عليه السلام يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء الإمام الصادق يستقبل ذر رمه يستقبل السيد الحميري لرثاء الحسين الإمام الرضا يستقبل دعبل الخزاعي لرثاء الحسين لماذا هذه الروايات كلها التي تحث على البكاء وإثارة العاطفة لماذا هذه تحكي هدفا من أهداف الحسين هذه ترشد إلى هدف من أهداف الحسين أراد الحسين بحركته أن ينشر مظلومية آل بيت رسول الله إن في إبادة عترة رسول الله حيث لم يبق منهم أحد لا كبير ولا صغير إن في إبادة عترة رسول الله رمزا للمظلومية وشعارا للمأساة يتجدد في كل عام وفي كل آن أراد الحسين من هذه الحركة أن يبقى جرحه نازفا أن يبقى دمه متحركا حتى كلما مر على الأجيال ذكره تحركت الأجيال ضد كل ظلم ومقاومة لكل طغيان استعادة من دم الحسين وحركة الحسين ولذلك ورد عن الإمام الرضا عليه السلام وورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا الهدف الخامس من أهداف الحركة الحسينية حركة الإصلاح هناك مشروعان متعاكسان ادخلوا داخل الشباب ادخلوا سووا قيام تقربوا خليد يدخلوا الجماعة تقربوا تقربوا شوي الهدف الخامس المشروع الإصلاحي الذي قاده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله هناك مشروعان متعارضان المشروع الأموي والمشروع المحمدي أدرك الحسين عليه السلام أن عهد معاوية جسد المشروع الأموي بكل وضوح حكم معاوية عشرين سنة حول الدولة من دولة محمدية إلى دولة أموية ماذا حققت الدولة الأموية حققت الدولة الأموية تغييرا فكريا وتغييرا سلوكيا على مستوى الأمة كلها أما التغيير الفكري فأنت قم بمقارنة بنفسك اقرأ الأحاديث والروايات ستجد أن أعظم الخطر في الروايات والأحاديث بدأ في الأيام الأموية الدور الأموي كان أكبر دور في اختلاق هذه الروايات وهذه الأحاديث إن الدور الأموي كان خطيرا جدا في تغيير الفكر الإسلامي في تلك الفترة التي تزعمها بن أميه لاحظوا أولا على مستوى الخالق تبارك وتعالى أغلب الأحاديث التي تجسم الله وتقول إن له يد وله رجل لا كالعرجل وأنه ينزل كل ليلة جمعة ويستمع للمستغفرين كل هذه الروايات نشأت في أيام بني أميه الروايات الإسرائيلية التي تذم الأنبياء وزوجات الأنبياء كلها دخلت إلى المسلمين أيام بني أميه الروايات التي تشوه شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله أنت افتح كثيرا من الصحاح عند إخواننا أهل السنة وبعض روايات الشيعة ستجد أن من شأها أيام الأمويين كان رسول الله يبول واقفا كان رسول الله يحك المني من ثوبه كان رسول الله قد شرب النبيذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقولون حاول الانتحار عدة مرات كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمدح الغرانيق العلا وهي مجموعة من الأصنام رسول الله قتل عصماء بن تمروان وهي امرأة بريئة كل هذه الروايات التي شوهت شخصية رسول الله في نفوس المسلمين نشأت أيام بني أمية هذا تغيير فكري التغيير الفكري الذي أحدثه الحكم الأموي علم الناس أن الخروج على ولي الأمر معصية وشق لعصى المسلمين سواء كان ولي الأمر عادلا أم جائرا الفكر الأموي علم الناس تقديس الصحابة كلهم القاتل والمقتول كلهم عدول كلهم مقدسون يؤخذ منهم بلا تردد الفكر الأموي حاول أن يخدر إرادة الأمة هذا على المستوى الفكري وأما على المستوى السلوكي انتشرت الرشاوى لدى القضاة أيام بني أمية قتل صحابة رسول الله كرشيد الهجري ككميل بن زياد كحجر بن عدي وأصحابه في زمان بني أمية استغلت ضعفاء انتشرت الطبقية صار الفارق بين الأغنياء والفقراء فارقا شاسعا قدمت قريش على غيرها قدم العرب على غيرهم قدم الأحرار على الموالي كل ذلك حدث في بني في زمن بني أمية إذن المشروع الأموي مشروع خطير على المستوى الفكري على المستوى السلوكي لذلك أراد الحسين مواجهة هذا المشروع بكل ما عنده بمشروع آخر عبر عنه بقوله ألا عبر عنه بقوله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أبعث المشروع المحمدي أمام هذا المشروع الأموي ثقوا حتى لو تنازل يزيد عن الحكم كان الحسين سيخرج على كل حال حتى لو فرضنا أن الحسين قيل له لن تقتل وستبقى آمنا كان سيخرج على كل حال حتى لو لم يحصل على أنصار من أهل الكوفة أو أهل اليمن أو أهل الحجاز كان سيخرج على كل حال لأن له هدفا ساميا ألا وهو مواجهة المشروع الأموي بالمشروع المحمدي مهما كلفت الظروف بقي يزيد أم ذهب حصل على أنصار أم لم يحصل قتل أم بقي حيا سوف يصر على إحياء المشروع المحمدي مقابل المشروع الأموي اشتركوا في القناة